بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الأحليبي إن شاء الله راح نتكلم عن تكون الجزائيات طبعا المادة أو المواد الموجودة في الحياة تأتي كنتيجة لحقيقة أو التي تقول أن الذرات يمكن أن تتحد لتكون جزائيات أو مركبات معينة ومصطلح المركب يطلق على المادة التي تتكون من اثنين أو أكثر من الذرات وكل مركب له معادلة معينة خاصة به والتي تدون نسبة معينة بين الذرات المكونة له ومثال لذلك أن HSL عبارة عن حمض الهيدروكليد الهيدروكلوريك ويتكون من ذرات الهيدروجين وذرات الكلور ولو راح نسوي معادلة بين المثال STH4 يحتوي على أربع ذرات الهيدروجين لكل ذرات كربون وأيضا يطلق على أسقر جزء في المركب الذي يحمل خصائص مثلا بتنصد ذلك المركب قاز طبعا القاز الماثان سمتحدث عن قاز ماثان عبارة عن,... المركب كمياء يحتوي على جفائيات الماثان وقاز الهيدروجين عبارة عن المركب كمياء يحتوي على جفائيات الهيدروجين طبعا يوجد نوعان من الروابط بين الذرات روابط عيونية وروابط تساخمية وفي كل تلحالتين تكون الالكترونات ضرورية جدا لتعمل الروابط اللي تكلمنا عنها روابط الذرتين لكي يتشبكون مع بعضهم أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس نشوفكم إن شاء الله في درس لاحق كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي